يهلا بكم في انتيرير توكس البودكاست ده هنبدأ ان احنا هنتكلم فيه على كل حاجة اللي هي علاقة بالانتيرير والبزنس والماركتنج وهنستضيف فيه ناس كتير جدا مختلفة ناس هيكونوا موجودين معنا في الشركة وناس هنستضيفهم ازا اكسبرت في مجالات مختلفة زي الماركتنج او الانتيرير هنبدأ ان احنا هنتكلم على كل الحاجات اللي بتبدأ انها تسعيدنا ان احنا ننجح ونعيش حياة افضل النهار دا يكون مشارفنا في الحلقة بشاندسة ايه احمد وبشاندسة هبا سعيد هنبدأ ان احنا هنتكلم على طبيكس ليه علاقة بالانتيرير ديزاين فاهلا من ايكم هنبدأ ان احنا نسأل اول سؤال من الاسئلة المهمة جدا هو ده سؤال الناس دايما بتسأله العميل اتحكم فيه ازاي مازونش اتحكم فيه ازاي يعني زي احط لعميل بتاعي بحيس ان هو في ناس كتير جدا متبقى عندها مشكلة مثلا في فكرة ان العميل بيعدل كتير العميل عنده مشاكل نفسية حلة هه لازاي اعالج الموضوع ده ازاي فااااااا اوقات كتير جدا متبقى مشكلة من العميل اوقات تانية كتير قوي مشكلة اصلا من الديزاينر فااااااا اي رأيكم والله انا شايفا الموضوع يعني اي حاجة في الدنيا لو لو ما حتطلها فريم او ما حتطلها بنود معينة مثلا ومتفقين عليها مثلا الاطراف كلها خلص الموضوع بيبقى سهل يعني غير ان انا هنعمل حاجة مع بعض طب يلا مش عارف ايه والدنيا تبقى عشوائية شوية بني كده في نقطه مفيش حاجة مفيش اتفاق بس لما حتى في شغلنا لما بنيجي نعمل فريم للشغل قبل ما بنشتغل وقبل ما بندخل فيه موضوع بيبقى سهل كتير ممنع طلش مفيش حاجة بيبقى فيها مشكلة او كده نفس الكلام حسنو مع العميل ومفروض ان احنا لا يبقى فيه بنود معينة اتفاقات معينة نتكلم في كل حاجة لا يبقى عقود مع العميل عقود مع العميل اتاك بتحصل مشاكل اكيد كتير هي حاجة بتضمن للطرفين حقهم لان كل واحد دايما شايف الموضوع من وجهة نظره انا كديزاينر شايف من وجهة نظر ان انا اقدر اعدل ما عنديش مشكلة بس التعديلات لي هلمت هو من وجهة نظره وشايف ان هو دفع فلوس فهو من حقه يعدل احنا محتاجين دايما نلاقي حاجة وسط ونكون متفقين عليها وتكون بالنسبة لنا احنا الاثنين فكون انه مفيش عقود ده بيدي مساحة لحد ان هو لو طلب هو مفيش حاجة تمنعه من الطلب ورفض الطلب ممكن يؤدي المشاكل فلو كل واحد عارف اللمت بتاعته من الاول خلي الموضوع اوضح وبيخلي الانسان اصلا بيرتب دماغه على ان هو مش اللي هو عمال يجرب كأن شخص اللي بيجرب ده طب مقوم اعمل كذا اعمل كذا غير لي من كلاسيك لمودرن اللي هو الشفت الكبير ده مش خيحصل طالما انا مركز عارف ان انا عندي حاجات او حاجات عدد مرات مثلا هعدل فيها هبقى بحاول احجم اختياراتي على قد ما قدر يعني بس انا انا مع العميل يعني انا شايف ان عميلي قدر يعدل زي ما هو عايز في المراحل بتاعت الديزاين يعني ايه يعني مفروض ان احنا عندنا مثلا مرحلة في الاول خالص اللي هي بنشتغل فيها على فكرة المود بورد وان انا نطلع له الريفرنسز الاساسية اللي احنا هنمشي فيها في الديزاين مرحلة هي مرحلة بري ديزاين دي اللي هي قبل ما هبدأ اشتغل فمرحلة بري ديزاين دي انا اللي يزم اقول للعميل عدد زي ما انت عايز في بري ديزاين طالما انا معدتش المرحلة دي للمرحلة اللي بعدها ان شاء الله يعدل عشرين مره ليه لان هو في الاخر بيختار روح او بيختار تفاصيل معينة فاعدنا في ميتنج واختار حاجات وبا كده رجع بعتلي صور تانية قال لي لأ مش هي دي انا عايز دي ومش هي دي انا عايز دي لحد ما نوصل للمرحلة فايصل اللي هي خلاص انا عملت فانش لمرحلة بري ديزاين ودي حاجة لازم تتشر بحلو يعني انا حاجة من حاجات الأساسي اللي انا بعملها معا اي client أول ما بقعب معا او قبل ما اتفق معا او قبل ما فاهموا اي حاجة بفهمه واحنا بد اعمل ايه ايه المراحل اللي احنا بنيمشي بيها فالمراحل اللي احنا بنيمشي به这 دي اللي هي انا بقدر ان انا اشتغل معاك اول حاجة بخب منك البريف بخب منك الكي individعي الروح بيUFF الاولاني وافهم كل حاجة انت عايز تعمل فيها ايه وبعدين بقوا معاك ميتنج تاني علشان افهمك اللي انا في امته ده اللي هو صح ولا غلط عن طريق ان انا وري لك ريفرنسز كتير قوي اوري لك مود بورد الممكن الروح بتاعته تروح ناحية الديزاين اللي انت عايزه ولا لا ابدأ ان انا وري لك الماتيريالز اللي انا هستخدمها ابدأ ارسم عاك على اشكال السيلنج اللي ممكن ان احنا نعمله اشكال الابواب اللي ممكن تتحط اشكال الحاجات دي كلها ومن هنا بابدأ ان انا طلع من وراء كل ده ثيم عام الثيم دوت هو اللي هبني عليه الديزاين بتاعي بس مهم قوي ان افهمه بقى ان مرحلة بري ديزاين وانس ان احنا خلصناها وخلاص وافقنا عليها فدي مرحلة مرحلة اللي هكوست بتاعتها ومرحلة اللي هكوست بتاعتها ديت لو خلصت وحبنا نعيدها ما عنيش مشكلة عادها لك بس بكوست تاني لكن خلاص انا مرحلة وخلصت هبدأ بقى مرحلة الديزاين فلما ابدأ مرحلة الديزاين انا ببني الديزاين بتاعي على البيتزاين اللي انا كنت عامله وهو ده اللي دايما الناس بتبقى عندها مشكلة فيه انه هو دايما دايما بياخدوا البيت ويروح يشتغلوا ديزاين لا لو خلت بريف وخلت روح تشتغل ديزاين فطبيعي انه هو يعدل لانه هو ممكن في البريف ما وضحش الحاجة صح وانت مرجعت اشأكدت علي مش متخيل بالصورة بالزبط مش متخيل الصورة نفسها فمهم قوي ان انت من داي ون بتوضح له ان احنا عندنا مرحلة دي اللي هي بري ديزاين ومرحلة بعديها الديزاين بقى مرحلة تكنيكال درومس وبقى مرحلة ديزاين ديفلوبمينت بقى او اليففا دي المراحل دي كلها لازم تبقى واضح له ولازم يبقى عارف ان هو ايه الحاجات اللي المفروض ان هو هيستلمها و هيبدأ ان هو يشتغل على اساس الحاجات دي ازاي طيب تفتكر مثلا العميل ممكن ان هو ممكن يعني يروح يبعط لك حاجة تاني يوم لا طب بيشونسا انا عايز كذا هل ده بيبقى مثلا راجع لانه لانه انا ما اقنعتوش او ما ورتوش حاجات يبقى راضي بيها كفاية فهو طول الوقت مش سابت على حاجة ولا دي ما لهاش علاقة ده مش شرط العملة نفسهم شخصيات مختلفة في عميل حيتفق معاك على حاجة وهيبدأ ان هو يشوفها فهيقول لك على الحاجة اللي تعجبه في عميل ثاني ممكن يقولك اه حلوة عجباني بس هي فعليا من جواه مش عجباني ايوه انا قصدي بقى على الامبثيماب اه انه فكرة ان هو في الوقت ده بيقول حاجات خلينا واضح برضو فكرة يعني ايه امبثيماب عشان الناس اللي بتسمعنا امبثيماب فكرتها ببساطة ان ممكن العميل يبقى بيقول حاجة والحاجة دي مش هي اللي هو عايزه مجرد بيقولها بس عشان يبقى بيحافظ على بريستيجه او بيحافظ على ان هو اه يباين لك ان هو فاهم ممكن ان هو بقاش فاهم انت تقصد ايه اصلا بالحاجة او ان انا حسسته ان الحاجة دي حلوة بالضبط فاهمش عايز يقول انها وحشة عشان او شايفه بتعمل في حتات كتير شايف ان ده اللي موجود دلوقتي فاكيد طالما ده اللي موجود دلوقتي فلما يتعاملها يبقى حلو بالضبط فالامبثيماب فكرتها ان انا ببقى بدور على what he really want ايه الحاجة اللي هو فعلا عايزها مش الحاجة اللي هو بيقولها ودي بتيجي بقى بتتقسم لمجموعة حاجات ان انا مهم قوي اركز على feeling وانا بقول الحاجة هو reactions بتاعته بقى كان شكلها عامل ازاي مهم قوي ان انا اركز على ان انا افهمه ان مستقبليا ده نتيجته هتبقى عاملة ازاي فهو يبدأ يفكر بشكل مختلف فالthinking لوحده ان هو يفكر يعني فكر عامل لسه شغالين معاه دلوقتي كان من الحاجات اللي هو عايز يعملها ان هو كان عايز يخلي living room تحت في ال reception هو كان عند دوبليكس فال living room كان تحت في ال reception وعنده ال room فوق كان عايز ده ليخليه المنطقة اللي يستقبل فيها الضيوف وهي دي منطقة اللي الضيوف هيقعدوا فيها فعايز المنطقة اللي فوقه شيك قوي ومنطقة اللي تحت هي اللي ايه هتبقى living room وهدية خالص بس في نفس الوقت لما ابنه نحن نفكر معاه شوية طب قدام شوية لما ابنه هيخطب مثلا وهيبدأ ان هو هيجيب مرات 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 ابنه هتيجي وهيعزموهم في اول مرة هيعودوا فوق ولا هيعودوا تحت ده حاجة مرحلة قدام قوي طب هو فلما ابتدى يفكر في الموضوع نتيجة مناسبات هتحتاج ال dining وهتحتاج المطبخ وهتحتاج الحتة دي فراح فكر لأ طب انا اخلي فوق هو القعدة العادي اللي هي فيها انا بقى قاعد براحتي خالص وتحت هي المنطقة اللي مفروض يبقى فيها luxury feeling وابدأ ان انا بين فيها واصرف عليها بحيث انها تديني الاحساس اللي انا عايزه فهنا ابتدنا ان احنا نغير thinking بتاعه بشكل ما لما ابتدنا هيكلم على نقطة زي النقط دي وابتدى ان هو يفكر ان لا انا عايز تحت يبقى كله elegant كله مرتبط مع بعضه علاقتهم مع بعضه ماشي ازاي فهنا ابتدى الموضوع يتغير تماما لان هو what he really want ان هو يباني الموضوع elegant لكن لكن فعليا لما كان هو بيتكلم او كان بيفكر في الاول كانش بيفكر فيها بطريقة مظبوطة فهنا الدور بتاع empathy map ابتدى ان هو يظهر بشكل معين يعني القصص للموضوع ده كتير قوي قوي يعني منها مثلا الحاجات انت مش شرط العميل يقول لك كل حاجة هو عايزه انت ممكن العميل يبقى بيقول مثلا ان هو لما كان عند صاحبه فكان المنطقة دي فخمة قوي يعني برضو انا فاكر واحد من المستشارين اللي كنت باشتغل معاهم كان الحتة دي مهمة بالنسبة له هو كان بيقول ان هو لما هيقابل صاحبه فهيقابله في المنطقة دي وصاحبه كلهم قضاء ومستشارين فهيبقى عايز يحس بالفخامة في الحتة دي هو ما قال ليش ان هو عايز يحس بالفخامة في الحتة دي هو كان بيتكلم في وسط الموضوع ان انا لما بروح لحد من صحابي بقى الريسابشن بحس ان ايه في فخامة او حاجة زي كده فابتدين احنا نفكر ان اه لا هو عايز معظم البودج بتتحطينا الدنيا دي تبقى احسن في فخامة بتاعتها التفاصيل بتاعتها فابتدين ان احنا نشتغل على البوينت دي فده كله حاجات اساسية بتبدأ انها تنقلنا للاريا بتاعت ان هو what he really want ان هو عايز حاجة ما بيقولهاش بيه ببقه يعني او ما انا قصدي بقى ان انا لو مسكت الامتي مبدي واطبقتها فعلا هل ده هيقلل فكرة انه هو طول الوقت دماغه او خرج من الميتنج مثلا روح حاس ان هو لا ما وصلتش برده لله هو عايزه هو دايما هيفضل يفكر العميل دايما هيفضل يفكر ودايما هيفضل يسأل ناس كتير مختلفة ان هو خدي بقالك هو جي دفع فلوس للديزاين فعايز يعرف ناس ان هو اصلا دفع فلوس للديزاين وان هو ده حاجة ده حاجة ده حاجة الناس بتبقى بتفتخر بيه انها انا جبت انتيريرو ديزاينر كذا هو اللي يعمل لي الحاجة هو اللي يبدأ ان هو يشتغل معي على النور دي فانت ان هو ما عمل كده فطبيعي هيروح يسأل ممتو اخته واخوة وبنت خلت وبنت عمل ليه لان هو في الاخر عايز يوصل احسن لك موجود فكل ما حده هيبدأ ان هو يقول له حاجة هيت يجي يقول لك طب ايه طب ايه رأيك في دي طب لو عملنا دي كذا لو عملنا لو حطنا هنا كذا لو حطنا هنا كذا فمن هنا بييجي الموضوع ان هو طبيعي ان هو يسأل ناس كتير عشان كده انا بقول ان الموضوع بيعدي على مراحل والمراحل ما بتقفش ان هو انا خلصت الميتنج فالمرحلة خلصت لا انا خلصت الميتنج بديله فرصة ان هو يراجع كل الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها في الميتنج يراجع كل التفاصيل اللي احنا اتفقنا عليها في الميتنج يديني الابروف ان انا خلاص هبدأ الديزاين وبأكد له ان دي اخر مرة احنا هنعدل فيها فبص على الموضوع كويس ويرجع كويس قبل ما نبدأ ديزاين ان هي دي فعلا الحاجات اللي احنا هنرسى عليها او هنسبت عليها في الجزء ده. هنا انا انا ما تحكمتش في العميل او مش او مش مش ما خليتش العميل يعمل حاجة هو مش عايزها. لا انا خليت العميل يعمل كل اللي هو عايزه بس حطيته في اطار معين. فالاطار ده هو بقى عارف ان هو لو عدل تاني بعد ما نعدي المرحلة دي مش هتبقى الدنيا احسن حاجة. وهنا دايما هتقال العميل في الوقت ده تلقي يرجع يقولك طب واحنا الريفرنس كان عامل ازاي. هنا هو فهم اهمية الريفرنس لان احنا لما طلعنا له الديزاين بعد كده فهم ان هو كان حاسس حاجة في الريفرنس ما بقاش حالسة في الديزاين مثلا فيرجع يبص على الريفرنس فتلاقيه راح مثلا قال لنا بس انا كنت عايز ده هزا بقى التعديلات فين في الثري دي بعد كده او في الديزاين بعد كده تعديلات بقت ريليتد للريفرنس فاحنا خلناك كل الموضوع ان هو تنظم بدل ما دماغ وكانت طايرة في كل حتة زي ما الناس مثلا متكلم على العملة كلهم عارفوا بانترست فبيدوروا بانترست او احنا اصلا ازاي ديزاينير مش بنديزاين من بانترست احنا بناخد الفيلنج بهايند الديزاين وبناخده بحيث ان احنا كرفرنسيز لكن فعليا احنا بنديزاين what he really want and experience اللي هو هيعيشها في الشقة نفسها او في المكان والروتيني اليومي بتاعه والاكتيفيتز اللي هو يعملها فلنبدأ هنا اشوف ازاي هابلد الديزاين بنائا على كل الحاجات دي ففي الاخر يطلع الديزاين متناسب ومتناسب معه فهنا العميل يبدأ انه هو يحس ان خلاص انا خدت بقى كل اللي هو عاد يتفرج عليه بانترست ده حطيته في اطار من الاطار حطيته في اطار او بالزبط دي حدا ما في الاخر لما وقعته بقى جوه الشقة بتاعته بكذا الموضوع يبقى واضح اكتر بالنسبة لها فهنا دي كل التفاصيل اللي احنا مفروض بنبدأ انها يشتغل عليها عشان نقدر ان احنا نحقق زي ريجوليشنز او تفاصيل للكلائمت دايما بنتكلم ان الشخصيات بتاعت العملها مختلفة وارد جدا فعلا يكون بيسأل حد وارد يكون هو شخص متردد اصلا في ناس طبعها مختلفة فساعات الديزاين بيبقوا حاسين ان انا هل انا محتاجة تفادى ان نوع معين من الكلاينت انا مش هارف اتعامل معاه ولا لا انا دايما لازم الاقي طريقة اتعامل بيها اين كانت كيس الكلاينت عاملة ازاي بنسبة كبيرة جدا انا بختار او مين اللي انا هتعامل معاه يعني مش كل الكلاينت ينفع ان اي حد يتعامل معهم ومش كل الكلاينت او مش كل الاشخاص هيبقوا اخدين او فاهمين في وجهة النظر اللي انا بتكلم بيها او طريقة اللي انا بتكلم بيها فاختيارنا للشخصيات العملة دي اللي احنا بنكلم عليها دايما دايما انا بختار نيتش معين نيتش ده اللي هو شخص معين عنده احتياجات معينة بتفاصيل معينة هو ده اللي انا بشتغل معاه لان هو ده شخص اللي هيبقى مريحني مش محسسني ان انا بعمل حاجة وهو مش فاهم انا بعمل ايه او هو مش مقدر اللي انا بعمله فابدأ ان انا عاني معاه ان انا افهمه وانا بعمل ايه واشتغل معاه ازاي فمهم قوي 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 أننا بقى الموضوع دي يبقى واضح بالنسبة لي أنه هو والله أنا هشتغل مع العميل اللي فهم واحد اتنين تراتة واللي بيتعامل بشكل بروفشنال بشكل مؤين عامل واحد اتنين تراتة وهنا بداي نختار دوت فلتلاقي دايما العميل دايجي بوحد شبه دايجي بوحد شبه فدايما هتلاقي أن العلاقات بتاعة العميل ده كلها بتصب في عملة شبه العميل ده فده من وجه النظري انك دايما كل مكتب او كل شخص هي اتراكت العملة اللي هو حابب ان هو يشتغل معهم والشبه للناس اللي هما يشتغل معهم دايما كنا بنقول ان احنا بنختار الكلينت على حكتين اساسيتين هو ابل وويلنج هو هيقدر يعمل ده وويلنج وعارف ايمة ده اعتقد ان الناس اللي مش عارفة فكرة او ايمة الانتيري الديزاينر اعتقد ان ده ممكن يكون اصعب نوع عملة لو شايف ان احنا بنعمل حاجة طب ما عادي طب ما اي حد تاني يقدر يعملها فاعتقد ان الاقناع او فكرة ان انت توصل حد الماينت ستنوا يبقى مقتنع ان انت بتعمل وظيفة اعتقد ان ده نوع عملة مش مش افضل حاجة ان احنا تعملها خلينا نتبع ان احنا كل حاجة احنا بنعملها او كل شغالينا في الدنيا ممكن اي حد يعملها يعني لو قلتلك هو اي لازمة الكهربائي معادي ما انا ممكن افوق الكهرباء وصلحها بس تعال افكر في الموضوع ان شخص عايش حياته كلها للحاجة دي هل هو هيكون بيعملها زي ما انت هتعرف تعملها مية في المية لا مية في المية هيكون عدة باستخدام مختلفة مية في المية هو هيكون عدة بتفاصيل يمكن ان انا ساعات بخش شقة مجرد بس ما بص على الزواية بتاعت الشقة بص على الحاجات اللي موجودة فيها ابدأ ان انا اقول الحتة دي موجودة هيتعمل فيها كذا وحتة دي هيتعمل فيها كذا وحتة دي هيتعمل فيها كذا هيتطلع شكله حلو مجرد بس ما بصيت مثلا في فيلا او في دابلكس تحت سل من حتة الجزء ده عيني على طول بتتخيل ايه اللي ممكن يتعامل في حاجة زي كده هو عشان يقدر يوصل للمرحلة دي ممكن ياخد وقته مجهود كبير قوي وغالبا بنسبة التسعين في المهم بشان يتوصل ان هو هيعرف يطلعها بنفس الكواليتي او نفس العلاقات اللي احنا هنعملها ويمكن برضو حاجة من الحاجات اللي كان كلاينت مثلا برضو كلاينت قريب شغالين معاه عايز يعمل ديسبلي وعايز يعمل حاجة زي النيش وبتاعه وكان عنده جزء تحت السلم كده هو مفروض ان احنا هنشتغل فيه فاحنا طلعنا فكرة ديسبلي هو اول ما شافها ايه اللي هو ايه انا عمري ما فكرت في حاجة زي كده عمري ما فكرت ان دي حاجة ده تنفع بس هي بالنسبة لنا احنا عشان ده ممكن عد علينا مرة واثنين وثلاثة قبل جده فاحنا على طول فهمنا ان اه ده ارتفاع السلم هنا قصير فاحنا ممكن ناخد منه حتة نعملها كذا بحيث انها تظهر ونستغل الحتة دي ونبدأ ان احنا نعمل كاونتر بشكل معين جنبيها فنقدر ان احنا نطلع للسيلنج نعمل فيه حاجة فهنا الديزاين بالتفاصيل اللي حصلت فيه دي دي كانت بالنسبة لكلينت حاجة اللي هو قاعد يفكر طول عمره ممكنش هيعرف يجيب نفس الكونسب ده ليه لان هو بالنسبة لنا احنا احنا عدين على ده باكسبيلينس مرة واثنين وثلاثة فالبوينت كلها ان لما تبدأ انت تفكر في الديزاينر بيضيف ايه بيضيف اكسبيلينس سنين عشها بان هو يشتغل في الجولانة دي بلاس كمان ان هو بيبدأ يترجم فيلنجس لو انت قاعد يتفرج او الشخص اللي هو مش عارف ايمة الانتيريور ديزاينر هو قاعد يتفرج من هنا البكرة مش عارف يطلع ايه اللي هو عايز يحسه جوه المكان بس انا برجع بقى للموضوع ان زي ما تقولت كده احنا عندنا ويلنج وابل طب هل لو حد مش ويلنج حد ما يعرفش اهمية الانتيريور ديزاينر ما يشتغلش مع انتيريور ديزاينر برضو خلينا نتفق ان احنا مش عايزين نجدر الموضوع بالشكل دوت ان هو ما تعلمش ده ودورنا احنا اذا انتيريور ديزاينر في الماركت ان احنا نعلم الناس اهمية ده ونعلم الناس هو ليه احنا اذا انتيريور ديزاينر اذا انتيريور ديزاينر فعلا فعلا ممكن نغير حياته ممكن نفرق في حياته مجرد بس ان هو ابتدأ او فهم ان هو المكان اللي هو عيش فيه ده هيكمل بقية حياته فيه فالمكان ده ممكن يبقى مريح بالنسبة له وبقية حياته ممكن يبقى يعني حاجة صعبة جدا بالنسبة له وبقية حياته كلها حاجات بسيطة جدا زي مثلا الحاجات ان ان انت بسبب ممرات بايزة او علاقات معينة بايزة طول ما انت ماشي زبعك الصغير بتخبط في الحاجة ده حاجة بجد ناس كدير جدا بتحصل مع الحركة دي وبتوقع فاكرة ان ده عادي دلال اللي اتخبطت في الريتشر بس فعليا لا هو المشكلة دي بتحصل لان فعليا انت كسيركوليشن مش مدي المسافة الصح ان الرجل تتحط فيها فالرجل وهي معدها بتقوم لطشة في حاجة فمثلا حاجات اللي هي علاقة بالسفتي بتاعت الاطفال فكرة ان انت تعمل راوندد في حاجات معينة حوايط معينة اللي هي علاقات معينة نبدأ ان احنا نشتغل عليها كل الحاجات دي دي تفاصيل صغيرة ما يفهمهاش غير الانتيريور ديزاين ففكرة ان كأن لا والله انا خلاص هعرف اجيب صناعية ومقاولين ويشتغلوا والدنيا تمام حلو المقاولين دول وظيفتهم الاساسية التنفيذ ان انت مية في مية تنفذ الحاجة اللي اتعملت في الديزاين عشان تفت الاحتياجات تحت الكلينت او احتياجات الحاجة اللي عميد مفروض انه يعيش بها بالتعامل مع الكلينت يعني حاجة لطيفة جدا ومع الوقت انت مهم انك انت تتعلم شوية حاجات اللي علاقة بالنجيشيشن سكلز علشان تقدر انها تساعدك ان انت تبقى قادر وانت قاعد معي بتتكلم معي بتعرف تقنعه وتبدأ ان انت تفهم هو بيقول ايه تترجم اللي هو بيقوله دوت لفيلينت تبدأ ان انت ترفلكت كل الحاجات ديت على هو فعلا عايز ايه وازاي هقدر اساعده في النقطة زيدي يعني اي هوب الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لكم متل لو عجبك الحلقة ما تنساش تعمل سبسكرايب لتشانل هنا وتابعنا علشان تشوف كل الحلقات الجديدة موسيقى